السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بازن الله معنا مشروع على شبكة المشروع في نعكاسات بتجيلك على محفظتك. المشروع لسه يعتبر في البداية كده لو انت مش مشترك معنا في القناة يريد تفعلنا بزر الجرس ليصل لكل جديد. عند المشروع على سواب. ولكن لو حابب تشتريها تكون دي حريةك الشخصية. انت اللي بتحدد قيمة الخاصة بيك. وانت اللي بتحدد الميزانية الخاصة بيك. طبعا المشروع موجود على اللي قولتي مقفولة. كل حاجة نشوفها مع بعضين. في البداية كده عندي لو حابب تشوف الشرط بتاع المشروع. هتدخل على الشرط عندي هنا المشروع اعتبر لسه ايرلي. دي كلها مشتريات دي الكمة او القاعة بتاع البداية بتاع اللانش. طبعا عمل عندي بالفعل هنا في المنطقة دي. الماركت كاب بتاع المشروع زي ما انتم شايفين لا يتعدل لربعمائة كيلو. آآ يعني مشروع لسه في البداية. مشروع لسه آآ لكودتي مقفولة. لو بسيطة هتلاقي في مشتريات كبيرة تمت على ولكن بتظهر على الشرط الرسمي هنا. آآ بحيث ان انت تبقى شايف كل حاجة. عندي اتنين عند كميات كبيرة بالفعل تم الشراء على آآ الشرط. ولكن لو حابب تشوف هتلاقي كل حاجة على الخاص بيهم. المشروع بالفعل موجود على آآ بينفع تشتري بالبي ان بي. في نفس الوقت لو حابب ان انت تشتري هتضغط هنا المفروض ان هو يحاولك على المنصة. او هتحتاج ان انت تجيب الكونتراكت ادرس الخاص بالمشروع. بحيث ان انت تعمل ولكن هو بيحددك مباشرة. هتيجي هنا طبعا انت بتحتاج ان انت تضيف الكمية سواء خمسة او سبعة لحسب الميزانية الخاصة بيك. بعد كده بتيجي هنا بتدوز بوينت آآ زيرو زيرو. المفروض انك لو معاك على آآ او تراست يتحول ضاير بتاعة طول او لكن انا بستخدم المحفظة دي في التست باستمرار. طبعا لو بسيط عندي هنا هتلاقي بالنسبة للشرط او كل حاجة مقفولة على المشروع. ده يعتبر الكمية اللي هي اللي تقفلت على المشروع نفسه. وده يعتبر الادرس بتاع المشروع. عندي لو بسيت للليكوديتي هتلاقيها طبعا. في اتنين ادرس خاص آآ بالليكوديتي. عندي لازم اعمل هنا بحيث ان هي تبقى الظاهرة آآ معايا. تسعين في المية مقفولة. الطايم بتاع الليكوديتي كل حاجة مقفولة هنا. زي ما انتم شايفين مقفولة لمدة شهر. آآ طبعا المشروع برضو عندي الشرط التاني الخاص بالمشروع اللي الظاهر عليه كل حاجة عندي زي ما انتم شايفين بتاع المشروع لا يتعدى تلتمية وسبعين كيلو. يعني مشروع لسه في البداية. اللي كوديتي اللي موجودة عندي حوالي خمسة وستين او سبعين لا تزيد عن ذلك. ولكن برضو هنكمل مع بعضينا بقى الوبصيد بحيث ان احنا نشوف كل حاجة بنسبة. آآ زي ما انتم شايفين ده التويتر بتاع المشروع. هنشوف فيه كم متابع فيه حوالي آآ خمسمية اربعة وتمائين متابع. دي هيكون فيه طبعا بتاعهم هيكون فيه السواب الخاص بيهم على او على دي طبعا كان احد المؤثرين اللي اطلق تغييدا النهاردة. عن المشروع وده كان طبعا بتاع المشروع كان لا يتعدى المتين كيلو تلتمية كيلو هولدر. حاليا لو بصيت كده على كان بتاعهم هلاقي تلتمية خمسة وستين او تلتمية خمسة آآ وستين هولدر. الف مية تمانية وتسعين. طبعا المشروع لو دخلت على هولدر هنا هتلاقي فيه آآ كمية او بتاع المنصة او بتاع البلاد فورم لا يتعدى العشرة في المية. لو حابب ان انا اجيب اخر هدخل كده المفروض هلاقي اخر بالزبط. تمت من حوالي آآ يومين. طبعا المشروع آآ لو حابب ان انا ادخل على التليجرام بحيث ان انا تابع بعض التحديثات او اي قضية خاص بالمشروع. هحب ان انا هنضم للتليجرام الخاص بهم. ولكن انا بالفعل منضم وموجود هناك. ولكن هنشوف مع بعضينا برضو كل حاجة بحيث ان انت آآ تبقى شايف كل حاجة خاصة بالمشروع. آآ طبعا لو بصينا كده هتلاقي فيه التليجرام الخاص بيهم معنا. زي ما انت شايف حوالي في آآ تلتمية آآ ستة وتلاتين من المتابعين. طبعا المشروع التليجرام دي بتبقى كل التحديثات الخاصة بيهم. لو انت مش بتتابع تويتر او مش بتتابع الحاجات دي. فمن الافضل ان انت تتابع التليجرام. ده طبعا نبزة بسيطة عن المشروع. ازاي ان انت هتشتري? طبعا كلنا عارفين المرحلة دي مش جديدة علينا. وانا هسايف فيديوهات على القناة عندي بالحاجات الخاصة. لو نزلت هنا هتلاقي ان دي اعتبر اول يبقى على هيكون في جيمينج. عندي زي ما قلنا اعتبر واحد. آآ برضو عندي فيه اربعة في المية دي بتروح للواي باك. اربعة في المية بتروح للماركتينج. بحيث ان يكون فيه اصدهار في السعر. او يكون فيه زيادة في النمو. عندي اتنين في المية دي بتروح للهولدر. واتنين في المية بتروح لو حسابت التكست كامل على بعضيه هلاقي اربعة واربعة تمانية وعندي اربعة تانية تراوح من بين اتناشر اللي هو بتاع المشروع. زي ما انتم شايفين ده الكونتراكت ادرس. هنا لو حاببت الشارع دي طبعا نبزة بسيطة. احنا عارفين طبعا ازاي بنشتري منها على. هنشوف مع بعضينا. طبعا في البداية كان المشروع تم انطلاق المشروع. تم في خلال اربعة وعشرين ساعة كانوا الخطة التانية سبعمائة وخمسين عدو على التليجرام. او سبعمائة وخمسين بالنسبة للمشروع. طبعا كان فيه اه كوين جيكو كوين ماركت كاب. بالفعل كان منجسون. اه طبعا اللي دفعوا لبعض المؤسرين. عندي بيخططوا العدد اكبر بالنسبة الهولدر. بيخططوا الاي ام ايه بالنسبة للفريق. طبعا بيطلع فويس شات. لان في تيل خاص بهم بالنسبة للمشروع. طبعا بيخططوا الحاجات كبيرة افضل من كده بحس ان يكون فيه ازدهار في السعر. او يكون فيه حاجات خاصة بالسعر. طبعا مشروع فلو حابب تستثمر تكون دي حوريتك الشخصية. هسيب لك كل الروابط اسفل فيديو. اه ما تنساش تدعمنا بلايك والشراك في القناة دي اصل على كل جديد. برضو زي ما قلنا الشراء متاح من على بانكنج سواب. ولكن بتحتاج ان انت يكون معك من يبيع على شبكة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.